هنا بنات حطيت الحموص وصلت عدل وحطيت لها ماء حلو وماء آرو على ماء شنو يستوي للعشاء يعني ما أسلقى بماء من الحنفية ماء السنجلاء هذا بعد ما يستوي ذا أسلقى بيه فحطيت لها ماء آرو من يستوي أحطى لها بنات صبغ اللوزينة شوية بطرف الخاشوق على ماء شنو يصير لون أصفر وحطى لها ملح هل ينفع أدخل بالفيديو وما أسلم عليك؟ لا والله أنت نوقفت وياي مشهودة إليه شنو ما ناتش خبارك رجعتك فيديو جديد أتمنى فيديو اليوم ينال إعجابك ربي لا يحرمني من عدك ولا يحرمك من عندي وإن شاء الله تنيني نكون هون وسند وحدة للثانية وتكبر قناتنا هاي وتكبر روتيناتنا وصير قناتك بنات هاي قناتك ومو بس قناتي وإن شاء الله تعمل فائدة لكل الناس والجميع ويلا تعالوا إيانا نشوف اليوم ش راح نسوي من الروتيني ندل مزاجنا باستيكان شاي وستيكان هذا بنات هذا كوب شاء وندق الباقي الادجاج هذا طبعا البيت اليوم داخلين ظهر انه مش مش ماش ملاقسينهم وشبعت بنات بواجي وحتى انشمرت حطيت لها الأزقى مالا تسخونة وغسلت لها وشوحت رجلها بمال دافي وشويت أشكال وعلوان ومافض قوة قوتنا حتى رضاعة ما جايت رضا حطية في الحيوانات اللي ربيهم لازم نهتم بيهم حتى لو عدت شدة ظروف لازم تنطينهم خطية هذا النروح يعني مو معناتها بيت مريض أو بيت ملقحتة أو تبت شي معناتها أو فنهم بلاية مال أو بلاية أكل خطية اتمنى من كل شخص يعني عنده دجاج عنده عصافير عنده حمام يعني ها يروح يكون كل وقت واحد يضطيهم أكل يضطيهم ماء مما انه هسه جونار وحر كل شهارة وقل 40 درجة الحرارة فلازم واحد يهتم بيهم لان حرام عليه ليش يتحمل حرام لو تقدم مسئولية تضطيهم أكل وتهتم بيهم لو هذا مقدم مسئولية لا ترى بيعدك حيوانات هالطريقة بنات ندق ونحط هنا حالا متشنق الصبح والعصر انطيه نجاهز يكون عده طبعا الراس كل شي ورجعني شوية ضايجة على مشموشة وما ادري ادريه ضايجة من عليها او من الصريخ مالتها براس الان صرخت حيل حيل هو منلقحتها بشت قليل وسكتت وراء اربع ساعات اشتغلت النغمة ووجوج قال رضيتي قلت له لازم لازم انه انا قلت له زيوني والله اش قد احبانكم بتسمو متابعيني ايه قالت لازم تلق حينها حتى لو الطيور تاكل من عنده عادي حتى لو الطيور تاكل من عنده للطيور وما سهر الله هاي زراعي يقولونها علي منذبون بذور للزراع يالله يالله دقي دقي بر البالدي اتش مو بس تاكلين اتنامين اشتغلي حرق روحج طبعا انا ما اشتغل الشيدا ما امرض واحد واحد وايال من الساحة سويت التمن فرغت منه شوية وقالي زوجه فرغ الباقي احب قشمره اسا سويت هذا هذا تره هواي بنا هذا هو احسر حقليه الدقي لهذا كل القونية يالله دقي LP يا حلوي القاح احساس احساس هي dentist القاح يالله هاي يلبط هاذا الى طالع عفاة ينقرب البيت يالل عادل عدل لا تشريلك ais нуبس حرامين ساحق راح اخليها هذي تره ساعات لفلوس والله الحب والهاي نقي مشربة ماية لم ترغي إلي الجوحة ايها الواض decisions ايها الواضع لم تكن من الفن لنهي لا يوجد واحد مديون لا 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 اذا اذا اذهب 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 طبعا ما نزلت الفيديو بحكم ان المساحة ما نزل الفيديو ما تلعيد نحن للمدينة الالعاب لطريق الناصرية ناصرية سوف الشيوخ هسا لأروح المره روح للمدينة الالعاب بعيد ضحية اذا اجأ روح للمدينة الالعاب اللي على جسر الصابع لبسوك الشيوخ جو جسر الصابع هاي المدينة العام رح نالها يلا بنات بهاي الطريقة انا بديندق احنا ونسولف وشوكت تخلص الرباب اصبق ضحكتنا سيصالة ساعة بسبها يلا بسرعة بالعجل سويهم بسرعة شمال شماعة اتقول ركوبتي بيها تم منه توجعني ما عدرا اول مرة اسمع الركوبة بيها تم منه هذا شين برياني تشماشة خورسة ما تحشين تستحين تستحين ما تحشين هذه لك سلميها متمنة بالان كبار والله كبار نعميه شوية نعمية شوية شمال الذبان اكلنا اكل ما انشأنا خبز يابس لا تتأخرين دقي شوية عدل امتمننا دقي عدل ارتفتح قناة بالتيك توك و ارتفتح و قلت اصبغ دافرت و قلت اول يوم مخطوبة و قلت اطفل الضواء و ترحطشين و قلت تشاي يقول ثاني يوم مخطوبة مخطوبة طبعا هي بس يقول مخطوبة مخطيبة ما يقبل علي خطر شاي خد شبي خدر الشاي خدري امو تجيب نسوان تسوي لتسرحاتك يلا روحي شوفها نشوف شنو بيجي شنية هاي ها ما تمشمش دقيها بل خانطلع بيهرثلي اللوزة مرة هاي جدي حبي ايه جدي الله يطولوا بعمره ان شاء الله و يخلي خيمة على روسنا و مشموشة تتلقى للباب و تقلي جدي عرفها هاي رحة يسمونها رحة هاي قبل شنو نحط بيها الحنطة والشعير و هج نفرها وتنطحن ماذا يطلع يطلع الطحين قبل بالحصار شن نسويه مو بالحصار يعنان ما عصرت الحصار كله بس اطرافه اطراف الحصار عصرت ما تدرين يا هي اغنى محافظة بالحصار هاي الانبار اه بعد الانبار تحية الاهلي الانبار انا يمكن اذهب الانبار لان احب اجواء الانبار اجواء الانبار ايه بساتين ايه بساتين عجل يابا دحجي دحك يعني تباوعي تباوعي يعني انظر من ما يعرف شوف الكح ايه يعني ذب ذب يعني اشمر احنا شوية احنا ماكو خليط كوكتيل مات لغات لهجات لهجات ولغات وكلها خالطينا فضل بنات هاي صار هواية يلا طبعا الدنيا مغرب كلش عد ساعة تردين اتظه في السطح بس بعد شوف شوف اللهم صلى على محمد واني محمد ابيضات اخلي الباتر السطح وانطفه باتره نطفه كلش كلش لان هسا صار بعد الدنيا مغرب ويصير اضلم طعم طبعا هاي مشغلان فلاش وهجة طعم خبز طعم مركز طعم مركز ضلع ديش ودجاجة وافراخة هناك فحطت الدنيا طبعا كلش مغرب وكل ضلمة باتره من شاء الله باتر ننظف السطح كلها ننظفه احتمال هم اغسلة وننظف الغراض هاي كلها كلها نشيلها لانشان ان الدجاج ذاك الاحمر هاي دجاج طبعا من بيعنا ذاك الدجاج كل الشبعات حتى ظلت تبيض بنات هاي طاوة ما نحتاجها هذا الجدر ما نحتاجها الغراض اللي هنا ما نحتاجها هاي ما نحتاجها يعني اعوف الهن بهن اكل اشتردين تاي تاي اكل باشر ان شاء الله اشارككم السطح ننظف لان اليوم دنيا مغرب وماء بين التصوير طبعا هنا بنات ما شاء الله الوساخة طبعا هذا اللي يجي بالضيم والهم الروحة يجي بالدجاجة طبعا فحطت من ساعة السطح هذا بنات الكتاكيت شو هذا اللي ما يصار مادر شونه عني يومي اغيره فكتاكيتنا بنات شبه نومهم من اطلحهم اديتشي نقرهم هنا بنات ناخذ منعتها الطعم ونحط الهم هناك بنات حطيت الهم ماي وحطيت الهم طعم بس هم يرايد القفص هم يتنظف لان هذا كله اكل بنات كله خبز وبلد واشياء ايضا نحط نحط بعيد هذا النين نعم هذه الطاوة طبعا حطيت الهم بالطاوة وهاي بنات كله كلها سنضح نعم 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 اشتركوا في القناة طبعا اليوم قبل قبل مصار هنا بنات خلصنا. طبعا لمية تكرمون الزبايل هاي كلها حطيتها. هاي العلاقة مات النفايات في الزبال هذه علاقة احذية و نقول هذا الشيء يفيد نوم بمضمه وبعد ذلك لا ننبسه ننوم بأخذ البنات تجو كل شترابة يظل عندي القفص بعشر انفه اسحب المجر من جوه وانفه هذي كله نظفته انا اطلع خاصة الى صفحه طبعا يراد بين فترة و فترة ينظف السطح حتى لا يستطيع ازجاجه السلطة تقريبا انا اسبوع لم اغاسلته فاكذا غصلتوا اياكم و هسه طلعت من عنده كمية وصاخبنات وعلاليك و هاي هو من الحجم نقع تكرمون المخلفات ماتي الدجاج النقاح على ما نحكيه بالفرشة بسرعة توقع ويانا هذا الشكل نظفته كله طبعا ذاك التاير ما اريد انا ارتزرع به فوق السطح سندانات و هاي بس هسه ما اريده راح نزله جوه و ما عندي الشي بالسطح ما اريده بس ذيك المروحة و التاير راح نزله طبعا يترس ماي الهن انا اترس هذا سطل كامل ماي الهن و بعدين اظل اخذ من عنده يعني يوميا شوي اخذ من عنده اشتركوا في القناة و ستركوا في القناة اشتركوا 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 في القناة